بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان البحث في الحلقة السابقة عن سند الخطبة خطبة النبي في استقبال شهر رمضان وقلنا رح نتكلم عن ثلاث أمور في الخطبة أول شي سند الخطبة ثم نتكلم عن خصائص الشهر الشريف شهر رمضان الذي طرح رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة ثم ما هي الأعمال التي ينبغي القيام بها في هذا الشهر الفضيل اتكلمنا في سند الخطبة بأن هناك خط يريد بس كتاب الله ما يريد السنة واللي أسس هذا الخط هو عمر لما قال النبي يأتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد أبدا فقال عمر إن الرجل لا يهجر وفي بعض الرواد غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله ما يكفي أنت الآن كتاب الله الله يقول في القرآن ويقيم الصلاة وآت الزكاة إذن الصلاة كم ركعا صلاة الظهر كم ركعا ما مبينينها القرآن الزكاة في أي موارد ما يبينها القرآن ولله عن الناس حج البيت الطواف كم كيفية الحج ما مبينينها القرآن وأعطيع الله وأعطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم منه ما مبين في القرآن فالقول الآن في إجمال ما تقدر تقول حسبنا كتاب الله والسلام لازم بعد السنة تأتي تبين تبين هذه الإجمالات تبين الصلاة كم ركعا الزكاة في أي موارد النسبة كم أولي الأمر منكم منه الحج شنو تفاصيل لابد من شنو من السنة وحن عندنا مصادر التشريع هو القرآن والسنة والسنة هو قول وفعل وتقرير المعصوم مو بس فعل وقول النبي لا قول وفعل وتقرير المعصوم صلى الله عليه يعني النبي والزهراء والعمة 12 منهم الإمام علي أولهم الإمام علي آخرهم الإمام المهدي صلى الله عليه والخطبة هذه قول للرسول فإحنا لازم نعتمد السنة في شنو كما تقول الآية وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو إذن لابد من أخذ ما صدر عن الرسول من أقوال ولا نكتفي بهذا الخط حسبنا كتاب الله ولهذا هم منعوا تدوين السنة فإحنا لما نتكلم أن هذا الخط اللي يقول حسبنا كتاب الله وننتقد هذا الخط هذا النقد في محله ونقد علمي وبعيد عن التجريح والكلمات اللي فيها يزعاج بالعكس كلام يعني نقد علمي محض وتكلمنا شلون أن أم سلام الله عليهم ومنهم الإمام يقولون من سلام الله عليه كان يتكلم بصراحة ويقول الحق معاي وهؤلاء القوم غصب وهذا الحق أرى تراثي نهبا وتكلمنا عن الخطبة الشخشقية وشلون أن الإمام عليه السلام الله عليه يقول تقمصها ابن أبي قحافة وأنه لا يعلم محله منها وتكلم عن الثاني شلون عقدها أبو بكر عمر فيا عجبا بينما هو يستقلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته وبعدين شلون عمر خلها في شهور الستة إلى وصلنا إلى هذا المقطع إلى أن قام ثالث القوم ويقصد عثمان إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه أنا ما بأشرح العبارات أنتم رجعوا إلى المصدر نهج البلاغ نهج البلاغ شارحنا الشيخ محمد عبده وهذا عالم من الخط الآخر من علماء العام وشارحنها كذلك الدكتور صبح الصالح وشارحنها أبي الحديد المعتزل الشافعي وهذه موجودة الكتب موجودة أحين لواحد لما يتكلم الآن في بعض الدول زي أحد الخطبات تكلم عن البخل وآثار البخل وشنون صار البخل سبب في قيام ثورات في العالم أن سوء توزيع الثروة هو أحد الأسباب اللي يخلي الناس تنتفض على الحاكم زي هذه من أحد الأسباب الرئيسية في الثورات والنهضات في العالم هو سوء التوزيع يعني لو إحنا الدول الحكام يعدلون في توزيع الثروة الوطنية على الناس بعد ما صالت لا نحتاج لا مجالس نيابية ولا شورى ولا يحزنون أنت كحاكم مطلوب منك عدل وتفضل الإمام الحج صلى الله عليه يقول وتفضل على الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة أنا قد قاعد يا أحد الأمراء يتلى الإمام المهدي صلى الله عليه يدعو لك قال من يدعو لك قلت له إمام المهدي صاحب الوصول الزمان في روايات قال إي شنو يقول قلت له يقول وتفضل على المراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وعلى علماء ناب الزهد والنصيحة فإذا صدر طال عمرك منكم الإنصاف صدر منكم العدل والشفقة ومن الرعية الإنصاف وحسن السيرة ومن العلماء الزهد والنصيحة اتكاملة الأدوار انحلت كل المشاكل قال بارك الله فيك خوش كلام هذا قلت له فالمطلوب هو عدل عدل في توزيع الثروة توزيع المناصب فهذه بعض الخطبات كان يتكلم عن أنه هذه يعني من الأمور التي يجب على الحكام يراعوها هو هو التوزيع العادل للثروة فمن أحد أسباب النهضة على عثمان هو سوء التوزيع هذا الكلمة قالها فأتهم بأنه أهان رمز موردها بجد ملة وحكم على سنة حبس للأسف الشديد مع أنه ما قال شي غلط واستدل بقول الإمام عليه السلام الله عليه وهذا الكتاب موجود ومطبوع والقانون أجاز وروده لهذا البلد لكن قلت لك بعض الناس عندهم بغض للشيعة ويريدون حاربون الشيعة إمارسون أشد أنواع التنكيل والإغصاء والتعذيب والقتل للشيعة لكون هم شيعة بس موالي الله عليه السلام الله عليه فيقول إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنه وهذا نقد علمي وهذا نقد تاريخي وهذا أتكلم عن حقائق موجودة يقول إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنه بين نثيله ومعتلفه زين يعني شنون الحيوان يروح يأكل ومن بعد الأكل يروح شنو يخرج ما أكله نافجا حضنه يعني الدليل عنه أن هذا الشخص أسير لشهواته وأن الشهوات مسيطرة عليه حب المال وحب الدنيا والمنصب يعني فهذا حب للشهوات وميله للشهوات هذا الميل العظيم أدى لقتله ومن أحد قلنا فلسفة الصوم أن النسان يضبط شهواته إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنه بين نثيله ومعتلفه وشنو ومو بسه وقام معه بنو أبيه الزين جماعة بن يومي يعني شنو يساوون شوف التعبير يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع شنون الإبل أيام الربيع لما يأكل النبتة يأكلها بشرح يلتهمها التهام فهذا يعني كناية عن أكلهم لبيت المال وللخزينة الوطنية للدولة وسيطرتهم على الأموال أموال الوطن الزين هذه مشكلة إي نعم إنا لله وإنا للاجعون وهذا من أحد كذلك أسباب نهضة الإمام الحسين صلى الله عليه لما خطب في طريقه إلى كربلا مع أصحاب الحر قال يتكلم عن النظام الحاكم نظام يذي يقول قالوا إن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفئ وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود وحرموا ما أحلى الله يقول واستأثروا بالفئ الفئ الخزية الوطنية للدولة استأثروا يعني خلوا الأموال تتداول فيما بينهم هذه من أحد أسباب نهضة الحسين والسلام فمذعمنا الجور واستحكموا بأموالنا واستباح الوطن شخصنا إليك على كل حال نسأل الله أن يعجل فرجة ويسهل مخرجة يقول وقام معه بنو أبي يخضمون مال الله خضمة الإبن نبتة الربيع إلى أن شنو النهاية إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته كبت به بطنته يعني شنو شهوة البطن هاي شهوة البطن والفرج شنو سيطرت على الحكام لعبوا ببيت المال زين صار فقر حرمان في المجتمع الناس ما تحملت سواء ثورة فلو واحد عدل في التوزيع انت آتي شهال فيه وانت تقدير انت أكل وعطي الناس آخر يعني في حكامك ويعقلون يعقلون من الخزير الوطني ويعطون الناس شهوة البطن وكبت به بطنته فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطأ الحسنان وشق عطفايا مجتمعين حولك لبيضة الغنام فلما نهضت بالأمر إلى آخر فهذا يعتبر نقد الامام عليه السلام الله عليه هنا قاعد ينتقد وانت راح تسأل عن ولاية همير المؤمنية ومن القيامة قفوهم انهم مسؤولون هذا في الآية في تفسيرها قفوهم انهم مسؤولون يسألون عن ولاية همير المؤمنية سلام الله عليه ولا تسألون يومئذ عن النعيم يسأل امام الصادق ما هو النعيم هذا يقول ولايتنا اهل البيت تسألون عن هاي الولاية انتم فهذه نموذج من اعتراض الامام عليه السلام الله عليه على منه على الاول والثاني ولبيان الحقائق فهذه المدرسة تحتاج لنقد مدرسة حسبنا الله احنا نقول قال رسول الله قاعد يخطب رسول الله لما جاء في استخباش رمضان يعني قول النبي حجة اما اذا تدوي قول النبي مو حجة بس علينا كتاب الله من اللي يبين لنا الاحكام من اللي يبين لنا الفرائي هذه مشكلة الامام عليه مارست النقد وكذلك منه مارست الزهراء سلام الله عليها مارست النقد وبشكل قوي ازاي ف السلام الله عليها شا تقول طبعا صودرت منها فدك ارض فدك وآت ذي القرب حقه هذه نازلة في الزهراء سلام الله عليها الله يقول للنبي واتث القرب حقه زين ف الله نح الفدك من باب جبران لا اعمال خديجة وتضحيات خديجة زين ف ما قام للإسلام من عمود ولا اخضر له من عود الا بمال خديجة وسيف علي واخلاق رسول الله فجبران لها التضحيات زين فالله النبي امر ان يعطي فدك للزهراء فلما استشهد النبي صودرت الارض هذه يريدون يضعفون اهل البيت اقتصاديا فالزهراء انتقدت منه الاول يعني ابو بكر على هذا العمل في خطبتها الشيء نشوف لاحظ بس بجيب لك فقرات من النقد ما بطول فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق شوفوا ده نقد ظهرت فيكم تقصد منه يعني من المهاجرين والانصار وغيرهم فنيطت دونها ملاعب فجلست ثم انت انت شنو لانها سويت اجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس شوف هذا انت الزهراء سويت هالشكل سويت ثم امهلت هنية حتى اذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله الى فهني لما تقول فلما اختال الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ازاي تقول ظهر فيكم حسيكة النفاق ايش يسمي والزهراء من اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة انما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة اهل البيت ويطاهركم تطير مت تتكلم هالشكل لغو لا وهذه الخطبة ازاي اه يروونها حتى مصادر عند السنة يروونها ازاي الخطبة هذه ابل حديد ازاي يرويها في كتاب شرح نهج البلاغة ازاي وفي كتاب السقيفة وفدك عدة كتب بلاغات النساء منالوا الطالب في شرح طوال الرقاب الاخرية المهم اعلام النساء هذه كتب موجود الخطبة فيها يقول فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه وما واصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الاقلين وهدر فنيق المبطلين فقطر في عرصاتكم واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم شوف شون تعبير قوي واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته ثم استنهضكم فوجدكم خفافة وأحمشكم فألفاكم مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين غضابا فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين زين ثم أعطت فتوى بالجهاد زين ثم أعطت فتوى شنو بالجهاد زين إذا بعدين قبل هذا بعد تقول استدلتها وما محمد إلا رسول التقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل إلى آخره تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل سين إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه زين فلن يضر الله شيئا وسيجل الله الشاكرين إيهن بني قيله أوهضم ترافئ أبيهني خاطبة الأنصار إلى أين وصلت إلى هذه زين نقرأ نأمركم فتأتمروا حتى دارت بنا راحة الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفرات وأنتم بعد الخطبة وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين فأنا جرتم بعد البيان ليش انحرفتم بعد البيان هذه كلها حقائق وأسررتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان هذه قوية الكلمة وأشركتم بعد المهن أتطفت ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول زين وهم بدأوكم أول مرة أتخشوهم فالله أحق أن تخشو إن كنتم مؤمنين هذه فتوى بالجهاد زين إلى أن قالت طبعا أبو بكر اعتذر منها وقال لنا لو سويت يعني مو بيد أنا هذه شسم سامع أنه رسول الله لا يورغث إلى آخر نكتفي بهذا الكلمة لأن الحلقة بدأت تنتهي بعد ما عندنا لديقة وحدة فالمهم دارة وعقارة وإنما نورث الحكم هذا عليه إشكال المهم شنو قالت ليه فقالت عليها السلام سبحان الله هذه كلمة قوية سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب بالله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقف سور أفتجمعون هذه الكلمة تأمل فيها أفتجمعون إلى الغدري اغتلالا عليه بالزور أفتجمعون إلى الغدري اغتلالا عليه بالزور بعد تجدمون عليه وهذا بعد وفاته شبيهم بما بغي شو هاي كلمة هادي نغزة يسمونها يعني يكون في سسمة تبنتظروهم إن أنتون مخططين لقتل رسول الله ازاي من قبل ازاي وهذا بعد وفاته شبيهم بما بغي له من الغوائل في حياته أكو غوائل في حياة رسول الله فيه تخطيط قال لقتل رسول الله ورسول الله اكتشفهم وقال ذو المنافقين الاخرين نكتفي بهذا القذر وصلى الله على محمد وآله الطائرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر